اشتركوا في القناة ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاتى ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد رواه البخاري فخديجة رضي الله عنها التي تزوجها وأنجب منها أولاده إلا إبراهيم كل الأولاد ذكورا وإناثا من خديجة وفاطمة من خديجة فكان يذكر ذلك وهي التي آوته ونصرته وخدمته وكانت تواسي بمالها وكانت امرأة غنية وكانت تؤيد وتساند في دعوته وهي التي خففت عنه لما رجع فزعا خائفا من الغار لما نزل عليه جبريل وهي التي أخذته إلى ورق بن نوفل الذي عنده علم وكان على دين عيسى دين التوحيد كي يبين له حقيقة ما نزل عليه وأنه هو الوحي فعلا وهي الذي قالت له والله لا يخزيك الله أبدا إنك وإنك هذه المساندة العظيمة من خديجة لزوجها صلى الله عليه وسلم لا شكلها أثر كبير في تسكين نفسه وفي قيامه بدعوته وتفرغه لذلك ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحسن إلى قريبات خديجة بعد وفاة خديجة فقالت عائشة رضي الله عنها استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال اللهم هاله قالت فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشتقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها فقال ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها قد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء رواه أحمد وإسناده صحيح فقالت عائشة والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير يعني بالرغم من الغيرة انتهينا انتهينا فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة عرف استئذان خديجة لشبه صوت أختها بصوتها فتذكر خديجة فارتاع يعني هش لمجيء أخت زوجته واهتز لذلك سرورا وقول عائشة عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين يعني كبيرة جدا قد سقطت أسنانها من الكبر ولم يبقى لشدقها بياض شيء من الأسنان فبقيت حمرة لثاتها بقيت حمرة اللثة ولذلك قالت عجوز حمراء الشدقين قال النووي رحمه الله وفي هذا كله دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته ووفاته وإكرام أهل ذلك الصاحب قال ابن حجر رحمه الله وفي الحديث أن من أحب شيئا أحب محبوباته وما يشبهه وما يتعلق به قال الذهب رحمه الله معلقا على القصة وهذا من أعجب شيء أن تغار رضي الله عنها من مرأة عجوز توفيت قبل تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة بمدة مديدة قال ثم يحميها الله من الغير من عدة نسوة يشاركنها في النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من ألطاف الله بها وبالنبي صلى الله عليه وسلم لألا يتكدر عيشهما ولعله إنما خفف أمر الغيرة عليها حب النبي صلى الله عليه وسلم لها وميله إليها فرضي الله عنها وأرضاها فصارت غيرة عائشة متجهة إلى خديجة التي ماتت ولا تشاركها الآن بشيء من زوجها